شهدت محافظة بانسويف قيام جمعية الأورمان ضمن مبادرات التمكين الاقتصادي توزيع 60 كشكا على الفئة الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة المشروعات التي تم تسلمها تشمل مجموعة من الأكشاك المجاهزة ببضاعة والثلاجة وعداد كهرباء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية شهدت محافظة بانسويف قيام جمعية الأورمان ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بتسليم 60 كشكا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن المرحلة الثالثة وذلك لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة تكون جماعة الأورمان اليوم بتسليم عدد 60 كشك ودي اعتبر المحالة الثالثة في محافظة بانسويف 60 كشك بتكلفة 3 مليون جنيه كده سلمنا في محافظة بانسويف 165 كشك بتكلفة 8 مليون 250 ألف جنيه احنا بنسلم الأكشاك للحالات اللي عايزة تعمل مشروعات ما عندهاش مشروع وعايزة تعمل مشروع تساعد نفسها به احنا بنسلم كشك مجانا بنسلم تلاجة بنركب عدد كهرباء مجانا بنجيب بضعة بمبلغ 10 تلاف جنيه لكل كشك بنستهدف الأسرة الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحتور الدخل واصحاب الهمم المشروعات التي تم تسليمها تشمل مجموعة من الأكشاك المجاهزة ببضاعة وثلاجة وعداد كهرباء بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه وتقدر تكلفة مشروع الكشك الواحد بنحو 50 ألف جنيه اروح تقدمت على الكشك والناس وفت معي ونشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني واشكرهم والله وده حاجة قاتل يعني من عند ربناه والناس وفت معي والله وحاجة يعني أكل منها لهم يتعاش لي والأولاد ربنا كرمنا باستلام كشك جمعية الأرمان الحمد لله وده مصدر رسئلية والأولاد أنا أقدمت كشك الأرمان والحمد لله قالي يعني شكر من الله طبعا هي بقى فاتحة خير لي والعيالي حاجة نرزق منها يعني مبادرات جمّة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية يرعاها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحت مظلته في كل ربوع مصر